سوف تجد كروت كتير تتشابه لان نفس قراية البرج ممكن تجد كروت كتير تتكرر بس الكارت ده ما ديش في ولا مجموعة تطور مدي كويس يا جوزاء يعني اللي لو يعمل مشروع الفترة دي ده وقت كويس جدا الحمد لله ما فيش خسايا بالعكس في حالة تطور مدي ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مدي يعني الحمد لله ما فيش ازمات قديمة مشا كويس قوي قوي ده واي حالة امام واي رخاق الحمد لله ما الحالات بيع في عندنا كمان ده إما ان هي اجازة قريب ان جوزاء قرر ياخد اجازة او هي قرر ياخد اجازة ويحتفل مجرد ايه وقتة كده شوية بايت نريح من الشغل نريح من المسئوليات وناخد اجازة وكمان ده فرح زي ما انتم شايفين مرسم فرح. يعني مفرح غريكي كمان. آآ فنلسأل على وشك ان هو يتم جواز بإذن اللي حيتم على خير وكل حاجة هتبقى كويسة قوي. لأ انا بيجي لي رسالي قام بيجي. الجوزياء عنده كمان حالة في خناقة شغلة. او مش هنقول حرب معنى حرب. فيه شوية كده قلق وتوتر حواليه بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس جدا وآآ مش فرق معه خاص وان هو منتصر مع ان هو اتقاذى شوية. او اتليست يعني مزاجه تعقر يعني على قل. بس مبين ان هو تنظيم انتم شايفين وقف في حرب وسلام غيمة وهو مازال مبتسم. فانت مبين آآ حاجة غير اللي جواك آآ من ناحية موقف معين كان بيأزيك. انا احيي ده الصراحة مش ضده خالص. فيه بقى كارتل تحت بعض حلوين جدا جدا جدا. ده بقى. ده اللي يتالع في المجموعة الاولى. آآ طاقة ابداع خبر حلو. في حاجة طاقة دخل علينا ان شاء الله كويسة جدا جدا جدا. طاقة دي. هتعملك هدف. يا جوزياء. انت رايح لهدف بسرعة شديدة جدا. مش هتقف غير لما توصل له. شايفين عمل ازاي؟ راكل الخصوم جيفي بسرعة جدا جدا جدا. رايح لهدف. night of swords. بالدفاع. رايح بالدفاع كمان شديد جدا. ونجاح. بإذن لا نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتتملها على اكمل وقت. يعني تتمل مشروع. او لو عندك اي حاجة مثلا حاجة في شغلك بتعملها. خلاص. accomplished. done. خلاص. هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. بيبقى حاجة تانية بقى مما وراء التواليس. انت خايف من حاجة في حاجة مقلاقك شوية او متاتفقت. مش عارك تاخد خطوة. دي حالة سبات. ثابت. مستني. متراقب. اوكي. حاجة دي تخص وراء يمكن. ده حاجة ديها علاقة باوراق حكومية. حاجة بتعمل ورق حكومي. ممكن يكون قارب. ممكن يكون قضية. ممكن يكون حاجة من ده يعني. او انه انت هتسيق الحكم على شخص. اه لو انت بحال التوتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بتدور حواليك. بليز متطلقش احكام في الفترة دي. استنى لغاية لما الدنيا تبقى هادية. وهي هتهدى خلاص. دخل عليك طاقة امر. طاقة هدوء وسلام. طاقة تأمل وحاجة كويسة جدا. هادية جدا وحلوة قوي قوي قوي. استنى ومتطلقش احكام دلوقتي. لو موضوع فيه ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقاء منه وخايف. ان شاء الله ما تخافش شكل الموضوع خير بازن الله. هتطلع بنتيجة كويسة جدا. آآ فيه هنا كمان وقلتلك كارت القوة ده. آآ معناه قلة القوة. انت محتاج آآ تواجه حاجة معينة يا آآ جوزاء. واجهها من غير عنف ولا حاجة. لأ. انت هتواجهها بالديبلومة سيئة. آآ المهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول اللي جواد. بس مش بعنف. القريباتو حلوة قوي قوي. هلخصها بسرعة. في تطور مادي ان شاء الله. اللي داخل مشاريع جاء هاد. آآ ان شاء الله الدنيا كويسة جدا. ما حالك استقرار مادي الحمد لله. فيها احتفال وفرح. او فيه اجازة هتطلعها انت وعيلتك. عن ناس مقربين بالنسبالك. في شوية دغوطات. بس انت بتواجهها بسبات آآ وبتبين ان انت يعني مش متأثر كماما. بس انت تأثرت شوية. آآ فيه طاقة آآ خبر حلو. وفيه حاجة حلوة جدا جايالك طاقة ابداع. هتنور لك اللمبة. وحتشوف هدف. وهتروح له بسرعة جديدة جدا. باذن الله فيه نجاح اجتمال دائرة ده وورلد. آآ فيه هنا آآ زي حالة جمود او سبات. حاجة سبتة مش بتتحرك. آآ ده لانك انت من خايف شوية عندك مخاوف. آآ فيه هنا انه انه انت هتزلم حد او تطلق حكم مش سليم على حد. او انه فيه ورق حكومي او حاجة تخص الحكومة يعني ان شاء الله بتتم الفترة دي. آآ في حالة ان شاء الله هدوء وسلام والتزام داخل عليها برج الجوزاء الفترة دي. بس برضو الكارت ده نسيت اقول لكم بحذر من العقرب اللي طالع ورده ان هو انت قعد في امان الله ومسالم وفي حالة ومفيش اي حاجة. بس حد مترقب لك يا جوزاء انتبه ما تجديش سرع في حالة. الا الناس اللي انت تصق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اكتر من الماضي. واجه يا جوزاء الحاجة دي انت محتاج تواجهها بس واجهها بجب مما سيح على قدمها جدا. ادي اراية التالتة. المجموعة التالتة الاراية عم بتاعتها الحمد لله حلة جدا برضو. اه بجي العلاقة العطيطية بتاعتها. طيب. طيب. اه الجوزاء عايز ايه? انا واضح عندي كده ان حصل. حصل حاجة غلط. الجوزاء ازا انتو شايفين كده واقف متكتف. عارفين اللي هو خلاص ايه رفع ايده بقى. يعني مفيش حاجة اعملها استثم. الجوزاء مستثم. شايف انه فيش حاجة بايده يعملها. مفيش الخطوة مش عنده. وهو مفيش حاجة ممكن يعملها خلاص. نفسه في ايه كمان? يعني هو تقيبا شايف ان اساس العلاقة مش كويس. ان الاساس مش صح. شايف شريكه ازاي? شايفه? مش بقى بيبعد بمشاعره. لا بيبعد فعلا. يعني بيبعد سايب وماشي خلاص. سايبه وماشي. سايب بقى كل العشرة والحب والحاجات دي كلها سايبها اراه. ومش مهتم وماشي. الطاقة ما بينكم دعاي بريستس. دي الاسرار. دي بتاعة الاسرار. فيه سر انكشف. مش ضرور ان هو يكون سر ممكن يكون حاجة كت مستخبية وظهرت. يعني فيه حاجة كت مستخبية وظهرت. واضح انها زهرت لك انت يا جوزاء. عندي شريكك يعني. شريكك عايز ايه? شريكك بيحبك برضو. بيحبك. وعايز يكون معاك. وعايز منك اطفال. وشايفك الدافع والامان والعيلة. الحب الغير مشروط. احنا قلنا دي امبرس هي الحب الغير مشروط. نفسه تفتكره لحاجات كويسة اللي هو عملها لك قبل كده. دي حاجات ده خير اتعمل زمان. نفسه تفتكره لحاجات دي. شايفت ازاي شايفت بتحبه وبتقدم له كتير. بتقدم له حاجات كتير جدا. وانك انت سنة دين. اه مش هكدب عليكو الدنيا دلوقتي مش كويس. انتم محتاجين راحة. محتاجين بريك. اه هدوء كده شوية. في قرارات مفروض تتاخد فيه حيرة شوية في حد على وشك ان هو ياخد قرار. بالنسبة للعلاقة. لكن فيه تردد شديد جدا. والجوزاء. مش هتكلم عن التردد اللي عنده. هو فعلا من التردد. هيبقى مش عارف يعني. نصيحتي انا يعني. ونصيحة طبعا الكروت اللي انا تعلمت صراحة من الكروت دي حاجات كتير قوي في القرارات اللي انا باخدها. متاخدوش قرارات وانتم منفعية. اجلوا شوية. بغاية لما الطاقة تتوازن. استنوا شوية. وبعد كده بتدخلوا قرارات. اه. البريك ده كويس. مفيد للناحيتين. عشان تفكر بطريقة احسن. ومتاخدش قرار يعني نبع عن انفعال. تاخد قرار نبع عن عقل. بس اللي انا احب اقول لك اطمناك لجوزاء شريكك فعلا بيحبك ونفسه تديره فرصة تانية. اه. هو صراحة الكروض بيقاليها اكتر من معنى وليها اكتر من التفسير. بس انا القراءة دي هي دي الطاقة اللي وصلتك لها بس. فيعني قلولي اخبارها ايه معي. اه. طيب دي فراءة المجموعة التالتة. والاخير فالحلعة تفير بتاعيك. ان شاء الله خير. استنوا شوية. انت هكوش قرارات دلوقتي. وانتو اصلا يعني يبقى بسنة في القرارات فانا مش قلقها عليكو في الموضوع ده. طيب. تعالوا نشوف صحيح تمانية ستينة. الحوتة قال يعني. تستاني ليه حبكي. اه. اوكي. يلا بقى نبتدي فترة الاسئلة. معانا كده عشر دقيق اسئلة. ده نشوف اللي حصل عنده الانفصال من برج الجوزات. في رجوع ولا لأ? بقى من عدد ايه سنعني خلص ايه. طيب بصوا. هو انتو عايزين ترجعوا. يعني هو فيه مينة الرجوع. او هو عايز يرجع الشخص يعني فيه رجوع. بس فيه حد بيمنعكم. ليه? واضح ان الرجوع بنشوفه مصطحياتكو دلوقتي. شايفين الاقطة ده? الاقطة ما تحدش هخاف من الاقطة ده بيحميك. ده شخص بيحميك. يعني ممكن يكون ايه? ام اب صديق حد بيخاف عليك. واقف عليك حارس. مش عايزك تاخد القرار ده دلوقتي. استنى شوية. فيه حاجات هتظهر لك كمان شوية. استنى شوية يا جوزاء على موضوع الرجوع ده. ما تستعجلش. انتي على الزراء وجوز الجدي. بص يعني تلالي احلى كرت الصراحة في التركل والشمس. علاقة صحية. علاقة صحية جدا. علاقة نجحة. ان شاء الله. غرر و به جناف. كن وixe لداكن صحية. على الفيدي والزار والزاري. يليش او و كن او بهزور اللحلبة الاول twee بالفعل. اوقول له السراحة اوك. اوك او بسم الله الرحمن الرحيم. سراحة اوك او في تقالى ش شخص او كلاف. سراحة اوك او خدامicious shove. ام خدام الله و كليم او كليم campo. ترجمة نانسي قنقر